رجعا لكم مرة تانية مشاهدين هارك سعيد ومستمرين مع بعض فقراتنا وصلنا لفقرة هامة جدا الحقيقة هنتكلم عن مرور سبعين عام على إنشاء جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية إنشأت بعد الحرب العالمية التانية على طول سنة 1945 وكان الهدف الرئيسي من هذا الكيان هو التنسيق بين الدول الأعضاء سواء كان ثقافيا عسكريا سياسيا واقتصاديا طبعا الملف الرئيسي كان للجامعة الدول العربية هو الأراضي الفلسطينية أو فلسطين والأراضي المحتلة كان الملف الرئيسي ولا يزال على فكرة هو الملف الرئيسي النهاردة بعد مرور سبعين عام على إنشاء جامعة الدول العربية ماذا قدم هذا الكيان؟ نتكلم عن الموضوع مع شخصية مهمة جدا مرحبانا نهاردة منورانا في استوديو نهارك سعيد وهو السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق سبع خير يا فعلا سبع خير يا فعلا سياسة السفير طبعا جامعة الدول العربية لها تاريخ طويل جدا حابين نعرف من حضرتك أكتر عن تاريخ إنشاء جامعة الدول العربية طبعا كما تعلمين حضرتك اللي أنشاء الجامعة وقع على ميساق الجامعة سبع دول في ذلك الوقت في 44-45 كانت دول العربية المستقلة سبعة مصر مملكة شرق الأردن الأردن النهاردة كان اسماها الرسمي مملكة شرق الأردن سوريا لبنان اليمن السعودية والعراق ثم مع حركة التحرر الوطني والقومي اللي شهدها العالم العربي في الخمسينيات والستينيات والسبعينات أصبح اليوم عدد الدول الأعضاء 22 دول الجامعة العربية مرت بمراحل عدة فيه ممكن نقسمها إلى مرحلة النشأة والتأسيس ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الإزدهار القومي المرحلة الثالثة مرحلة التراجع والانقسام والمرحلة الرابعة اللي نستطيع أن نقول أننا نعيش في وسطها الوقت هي ممكن نسميها مرحلة البحث عن الدور الدور طيب سريعا كده نرف من حضرتك مرحلة النشأة والتأسيس زي ما قلنا في بداية البرنامج الاتفاق على المساق إنشاء الجامعة بعدين حاجة فترة الإزدهار أو الحقبة القومية في تاريخ جامعة الدول العربية الحقبة القومية في تاريخ جامعة الدول العربية السمة الأساسية فيها هو دور مصر داخل العالم العربي وتبني مصر فكرة القومية العربية والدفاع عن فكرة القومية العربية وبالتالي كانت الجامعة الدول العربية هي التكسيد العملي التكسيد المؤسسي للقومية العربية وأن القومية العربية تتلخص أن مصير الدول العربية هو مصير مشترك مهما كان فيه اختلافات سياسية حوالين قضايا معينة لكن فيه مصير مشترك بين الأمة العربية من المحيط الأطلنطي غارق خريج العرب وده كانت فترة الإصدهار لجمعة الدول العربية أما كانت مصر بتتبنى هذا الخط أما كانت مصر في سياستها العربية بتؤمن بهذا وتعمل من أجل هذا وتبين هذا طبعا زروة هذا الانتماء القومي لمصر ظهرت في أحداث ما يسمى إعلاميا بأحداث أيلول الأسود أو قمة سبتمبر عام 1970 على بعد خطوات من مبنى التلفزيون في مسبيرو في فندق هيلتون النيل أما مصر دعت إلى قمة عربية لإنقاذ الفلسطينيين وإنقاذ العالم العربي من مواجهة عربية فلسطينية في الأردن ونجحت مصر في سبتمبر 70 أنها تجمع الأمة العربية كلها وكل سعماء العرب أتوا إلى قاهرة على بعض خطوات من حضراتكم وخلال عشر تيام استطعنا ونجحنا نجحت مصر في ذلك الوقت أنها توقف أن العربي يسفج دماء العربي وأن العربي يسفج دماء الفلسطيني وأن الفلسطيني يقتل العربي المشهد الذي نعيشهه النهاردة هو الذي نرىه في الشرق الأوسط أو في المنطقة في العراق وفي سوريا وفي اليمن هو المشهد المضاد المشهد المعاكس المشهد الذي يتناقض مع ما استطاعت مصر في سبتمبر 70 أنها تحققه فإحنا النهاردة حضرتك جاءت بقى مرحلة التراجع عن الدور دي مرحلة حضرتك إحنا بنحاول نطلع منها تاريخيا إذا الواحد حيؤرخ لمسيرة جامعة الدول العربية يستطيع أن يقول أن إحنا نعيش فترة مرحلة التراجع في نهايتها الوقت ودي اللي إحنا سميناها في البداية البحث عن الدور يحدثونا اليوم عن تطوير جامعة الدول العربية تطوير ميساق جامعة الدول العربية كل هذا الكلام يعني يتوقف حضرتك عن ماذا تريد الدول العربية من جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية هو تنظيم إقليمي بيمثل مجموع إرادات الدول العربية فالسؤال الأساسي المطروع على الدول العربية أنتوا تعايزين إيه من جامعة الدول العربية هل أنتوا ما زلتوا مؤمنين أن العرب لهم مصير مشترك أم لا أما حاجة تيجي طبعا لا يستقيم هذا الأمر طالما يعني الجامعة العربية خلال الخمس سنوات القادمة الجامعة العربية خلال الخمس سنوات القادمة واضح أنه الرؤية سوريا يعني مش ممكن سوريا مش ممكن سوريا قلب العروبة النابض أن هي أحد أسس ومنتجة لقطات أرشيفية من في مصر مش عارفة دي سنة كانت قليلا دي حضرتك 45 دي قمة دي سنة 45 دي بداية إنشاء الدولة هو تاريخ إنشاء الجامعة عام مارس 1945 صحيح بس دي لقطات من حرب فلسطين فحضرتك النهاردة إذا كنا عايزين نتكلم على استعادة الدور استعادة الدور لن يتأتى إلا لما الجامعة العربية تتراجع عن قرارها بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يظل مقعد سوريا شاغرا في جامعة الدول العربية فالنهاردة اللي بيحصل في سوريا هو ممكن تبصي طبعا حضرتك تنظري إليه من عدة زوايا ومن عدة أوجه لكن وإحنا بنتكلم على جامعة الدول العربية وعلى مستقبل جامعة الدول العربية ما يحدث في سوريا هو عنوان لعجز جامعة الدول العربية كتنظيم إقليمي عربي عن شحس الهمم والإرادات العربية لإيجاد حل في سوريا جامعة العربية على مدى الخمس سنوات الماضية ما كانت إلا أداة لتنفيذ سياسات لبعد القوى تتعلق بأهدفها في سوريا يعني أنا كان عندي سؤال حضرتك سيادتي السفير إنه لو جينا نقيم مشوار جامعة الدول العربية مع حضرتك بشكل موضوعي جدا شايف من أبرز ومن أهم القرارات اللي أخذتها أو اللي تم الأخذ بيها من خلال جامعة الدول العربية كانت بتتمثل في إيه تقريبا هو طبعا وإحنا بنتكلم على جامعة الدول العربية يجب أن نأخذ في الاعتبار إنه فيه جوانب السياسية وفيه جوانب الأخرى يعني مثلا زي حك التعاون في مجال العدل التعاون في مجال الداخلية التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية فده جانب يعني إحنا لا نتطرق إليه إحنا بنتطرق من زاوية هي دورها إيه في الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية على سبيل المثال القضية الفلسطينية على سبيل المثال التطورات والأزمات اللي حلت بالعالم العربي خلال الخمس سنوات الماضية وكيف هل ساعدت في إيجاد حلول عربية لهذه الأزمات والمشاكل العربية أو أم أنها لا زالت تبحث عن هذه الحلول العربية هو لا طالما أنه في الأراضي الفلسطينية لا زالت محتلة إلى الآن ووضح أنه الملف داخل جامعة الدول العربية تقريبا هم فشلوا في أن هم يحلوا هو في مبادرة كما تعلمين حضرتك على هذا الصعيد على صعيد القضية الفلسطينية في المبادرة العربية للتسوية السياسية مبادرة السلام العربية حتى الآن كل الدول العربية متمسكة بهذه المبادرة ومفروض خلال الأيام الجارية سيتم جاري الإعداد للقمة العربية العادية في مراكش المملكة المغربية التي ستعقل من المفترة 3031 مارس لكن تم تأجيلها بناء على طلب الحكومة المغربية وهتعقل 6 أو 7 أبريل من الأوراق التي ستقدم أو مشاريع القرارات التي ستقدم إلى هذه القمة مشروع قرار يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية وفي لجنة حك شكلت لمتابعة في لجنة وزارية كما تعلمين حضرتك مختصة بهذا الملف تحديدا لكن طبعا خلال الخمس سنوات الماضية في العالم العربي القضية الفلسطينية طبعا لم تظل هي القضية الأولى للعالم العربي لكن عموما حضرتك الجامعة الدول العربية بتبحث عن إعادة التأسيس مرة أخرى في عالم تغير عالم عربي تغير إقليم تغير العالم النهاردة مش هو العالم اللي تأسست فيه الجامعة العربية لكن يظل أن الجامعة العربية في نهاية اليوم هي محصلة الإرادات الفردية للدول الأعضاء بها إذا كانت هذه الدول تؤمن فعلا أن مصير الدول العربية هو مصير مشترك سنجد أن دور الجامعة العربية في المجال السياسي سيكون دورا حيويا أما إذا كانت هذه الفكرة توارط إلى الوراء أو لا تحتل أسبقية في التفكير الجامعي للدول العربية فأعتقد الجامعة العربية دورها في هذا هل حضرتك بتعتقد فعلا أن جميع الدول العربية بتؤمن بشتركهم في مصير واحد أو لا؟ يعني صعب في الفترة الحالية القول أن نرى مؤشرات أن كل الدول العربية بتعمل في إطار هذه الرجال رؤية القومية سيد السفير حسين هاريدي وقت توقيع اتفاقية كام ديفيد تقريبا حصل عزوف تام من جميع الدول العربية تجاه مصر وتم نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس من سنة 79 إلى 90 حضرتك كنت المسؤول عن ملف الشؤون العربية وقت الاستعدادات لا رجوع مرة تانية مقر جامعة الدول العربية إلى القاهرة حضرتك احكي لي أو يعني اديني بريف كده عن الموضوع ده وقولي برضو هو ليه اتأخر يعني أعتقد أنه وقت تولي حسني مبارك للسلطة هنا في مصر وقتها كانت العلاقات أعتقد كانت أفضل فليه التأخير قعد 11 سنة؟ العلاقات أفضل كانت بين مين ومين؟ يعني العلاقات ما بين الدول العربية وما بين مصر كانت أفضل لا حردك كام ديفيد خينوش نحن من الأول خينوش نبدأ من الأول كام ديفيد كان سبتمبر 78 حصل قمة عربية بغداد في ديسمبر 78 فهذه القمة اتخذت بعد القرارات ومنحت فرصة لمصر عن التراجع عن التوقيع على ما سمي في ذلك الوقت الصلحة المنفرد بعد كده جينا على مارس 79 تم التوقيع على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في واشتون في 26 مارس عام 1979 فعقدت قمة أخرى وتم اتخاذ قرارات الآتية القرار الأول قتل علاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية والقرار الثاني نقل مقر جمعة الدول العربية من القاهرة إلى تولس فمن الرئيس المبارك الرئيس الأسبق محمد حشني مبارك جاء إلى الحكم في أكتوبر 81 كانت العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية وبين مصر مقطوعة عدى ثلاث دول سلطنة عمان جبوتي السومال كانت مقطوعة دبلوماسية لا دبلوماسية وكان الجامعة العربية كانت موجودة في تونس في المقرة المؤقت للجامعة في تونس من الفترة من 81 لغاية 90 كانت فترة تقارب عربي مصري جديد وفي نوفمبر 87 أكتوبر 87 عقدت قمة عربية في الأردن قررت الدول العربية فيها أنها تترك لكل الدولة العربية على حدة حرية اتخاذ قرار بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر وديت نتيجة للسياسات التي انتهجها في ذلك الوقت الرئيس حسني مبارك فأستقنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية ثم في ذلك الوقت كان فيه حاجة اسمها مجلس التعاون العربي مجلس التعاون العربي كان يضم مصر العراق الأردن اليمن فأتخذ قرار وأنا كنت مشارك يعني كنت حاضر مع عمر بيموسى في ذلك الوقت هو اللي مسل مصر في اجتماع صغير ضم كل من وزير خارجية الأردن ووزير خارجية العراق وزير خارجية أردن كان السيد مروان القاسم وزير خارجية عراق كان السيد طارق عزيز الله يرحمه ووزير خارجية اليمن السيد الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله كلهم كانوا وزراء خارجية أكبر وفي ذلك الاجتماع اتخذ قرار اتخذ قرار بدعم عودة مقر الجمع العربية من تونس إلى القاهرة وزهبت كل الدول العربية إلى مؤتمر وزراء الخارجية في تونس في مارس 1990 وتبنى مجلس التعاون العربي الأردن والعراق واليمن يعني وقفوا إلى جانب مصر واتخذ القرار طبعا كل الدول العربية أيدت عودة مقر جمعة الدول العربية إلى القاهرة في مارس عام 1990 حرج ما كنت المسؤول عن الشؤون العربية في الوقت كان عندي حريتك ملف الشؤون العربية في مكتب الدكتور أحمر أسماع مجيد نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الله يرحمه ولاعب دور كبير جدا ومصر في ذلك الوقت يعني استطاعت أنها تجمع الأمة العربية مرة أخرى وهي جمعة الدول العربية في مقرها دائم يبقى إن شاء الله أن تستعيد الجامعة العربية مجدها وازدهارها الذي عرفناه خلال الحقبة القومية في تاريخ جامعة الدول العربية عندما تزعمت مصر وتبنت مصر القومية العربية والوحدة العربية وأن العرب جميعا من المحيط إلى الخليج في مصير مشترك بيجمعهم عندما تستعيد مصر وتؤكد مصر على هذه الرسالة وتتبنى هذه الفكرة وتتبنى هذا المفهوم أعتقد أن الجامعة العربية ستستعيد مرة أخرى مجدها الذي كلنا بنأمل سيادة سفير أنا أشكرك جدا على وجودك معنا نهاردة نورتنا ونشكرك على قبولك الصدافات أشوفك قريبا إن شاء الله أكيد عند حضرتك في مشوارك الطويل كله أكيد في نقاط مهمة جدا لازم نتوقف عنها لكن وقتنا أصال إن شاء الله نشوفك قريبا مشاهدينا كان معنا سيادة سفير حسين هاريدي وهو مساعد وزير الخارجية الأسبق قبل أن نذهب للفقرة القادمة هنشوف تقرير هو يتكلم عن لأول مرة تستضيف القاهرة المؤتمر الدولي لاتحاد الإحصائيين العرب الدورة الخامسة من المؤتمر عقدت تحت عنوان دور الإحصاءات في مواجهة الأزمات ويتقدم خلالها حوالي 135 بحث تساهم في تحقيق تقدم المنطقة العربية نشوف التقرير ونرجع مرة تانية نستقبل ضيف جديد في هاركسايد